أهلا بكم مشاهدين عبر الحدث الاقتصادي والذي نستهله بأسعار الوقود والحديث في هذا الملف الذي شغل وسائل التواصل الاتماعي في الساعات القليلة الماضية حيث بدأت بعض محطات الوقود العمل بتسعيرة جديدة للوقود ارتفع لتر البنزين من 290 جنيها إلى 320 جنيها يصبح سعر الجالون 1440 جنيها كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيها يصبح سعر الجالون 1372 جنيها يذكر أن أسعار النفط العالمية وصلت أعلى مستواتها منذ ذروة 2018 وارتفعت الأسعار في أول جتسة من تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات وقال تقرير داخلي لأوبك إن سوق النفط ستكون في حالة شح على المدى القصير لكن تخمة تلوح في الأفق بمجرد انتهاء تخفيضات أوبك للإمدادات وبعد إعلان الحكومة تحرير الوقود الشهر الماضي ستكون أسعار الوقود داخل البلاد حسب أسعار الوقود العالمية تضاف إليها تكلفة الترحيل وهامشة الربح للشركات والمحطات بالإضافة إلى الضريبة الحكومية لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور معتصم دونتاي الخبير على اقتصادي دكتور معتصم مساء الخير عليك وأهلا بك مساء الخير السلام عليكم بداية كيف تقرأ الزيادة الجديدة لأسعار الوقود بعد أقل من ثلاثة أسابيع عن الزيادة السابقة وهذا ما يتم تداوله الآن هو طبعا الزيادة الأخيرة لن تكون هي الأخيرة طبعا بالتأكيد لأنه هي امتداد للتحرير الشامل لأسعار الوقود والآن أصبح سعر الوقود ليس له أي ارتباط بالدولة بل بالعكس الدولة أصبحت تزيد إيراداتها من الوقود لذلك الارتفاع الذي حدث اليوم هو حيكون مرتبط بشكل مباشر باستغرار سعر الصرف وفي نفس الوقت بيكون مرتبط باستغرار أسعار الوقود أو النفط عالميا فبالتالي لن يكون ثابت ما لم يحصل هناك متقيرات تكون لصالح المواطن السوربي بمعنى يخفاض في سعر الصرف فلذلك كل ما كان هناك ارتفاع في سعر الصرف كان هناك ارتفاع بشكل مباشر في أسعار الوقود نعم الآن هذه الزيادة هل هي بسبب زيادة أسعار النفط العالمية أم هي بسبب زيادة سعر الدولار أو سعر الصرف هو تقريبا بالاتجاهين لكن أنا في تقديري هي المشكلة ليس فأنه زيادة مرتبطة بسعر الصرف أو قيرو الإشكالية فأن الحكومة ذات نفسها سلمت الوقود للتجاري للقطاع الخاص والآن هي ما عندها أي دور في عملية أزعار الوقود فبالتالي هي خان عزة تفسى لهؤلاء الناس أو هؤلاء الشركات ديها فبالتالي ما يهمهم هم تحقيق أرباح والحكومة أزبحت في دور المتفرج فإن كان مفترض تقوم بدور مباشر بدور الرعاية للتجمعية باحتبار أن الوقود مرتبط ارتباط مباشر بحياة المواطنين وده يتناغض مع ما طرحته اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام بزيادة الرواتب وغير مجموعة الأشياء الأخرى زيادة الرواتب الآن زيادة المحروقات تؤدي إلى تآكل هذه الزيادة وبشكل مباشر بحكم الارتباط اللصيق بين زيادة المحروقات وزيادة أزعار السلع الآن الموجودة في السوق بشكل كبير لذلك الحكومة إن كانت تريد أن تقدم دعم مباشر المواطنة عليه أنها تسيطر على المحروقات بشكل مباشر وتساهم في الرعاية الاجتماعية ودعم الرعاية الاجتماعية التي هي مرتبطة بعملية الانتاج بعملية النقل بعملية الاصطناع بعملية حياة المواطن ذات نفسه عفوا عن عملية الانتاجية والعملية الرعاية الاجتماعية لذلك الاتجاه الماشي الآن في تقديره هو اتجاه خطير لن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة بل ستحاول تفاقم المعاناة على المواطن والشرائحة الفقيرة بالتحديدا الشرائحة الضعيفة كل يوم الحكومة في حديثه كل يوم ستتحدث عن أنه ياخد دعم هذا ستحولوا فيه تشوهات هيكلية بالتالي ستحول الدعم من القنين الفقير بالعكس الآن الشرائحة الضعيفة واصحاب الدخل المحدود كلهم هم أكثر الناس المضررين كل يوم من الزيادة المستمرة في أزعار الوقود ورفع الدولة يدها عن وظيفتها الأساسية التي من أجلها قامت وهي وظيفة الرعاية التمعية وتسليم عن الوقود إلى شركات القطاع الخاصة التي تحاول بكل يوم المضاربة والزيادة في أزعار الوقود تحت شعار أو التماهي في ما يسمى بزيادة سعر الدولار أو الزيادة العالمية الآن هم بيقولوا في زيادة عالمية في سعر البترول أو في زيادة في سعر الصرف في كل الحالتين المبررات غير موضوعية وغير مغنعة طيب ما بنفس المقياس زيادة ممكن تقول يا أخي إذا كان ربطت سعر النفط بسعر العالمي أو حركة الدولار طيب أربط أزعار أربط عفونا الدخول بالنسبة لأفراد بحركة سعر الصرف يعني إذا كان سعر الصرف زاد زيادة الرواتب طيب شأن المهاطم دهت نفسه حياته اليومية مرتبطة بشكل مباشر سواء كان في الانتاج زيما قلنا قبل شوية أو غير مرتبطة بالوقود زي ما هي أنت قاعد تزيد أزعار المحروقات ارتباطا بأزعار حركة سعر الصرف طيب زيد الرواتب برضو ارتباطا بحركة سعر الصرف يعني طيب أثر هذه الزيادات أو هذا التذبذ من صحة العبارة في أسعار المحروقات أثره على القطاع الاقتصادي بكل أشكال نتحدث عن الانتاج نتحدث عن أيضا الحياة العامة للمواطنين هذه الآثار من يتحمل مسؤوليتها هو طبعا نحن قدامنا تجربة قدامنا تجربة زيادة الفاتس واللي قابليها يعني الآن التدخم حسب التغرير الحصول من الصدر من الجهاز المركز الإحصى يعني وصل 500% يعني والآن الأزعار نحن قاعدنا شهيدة كل يوم بشكل مستمر بفعل الزيادات السابقة يعني ما بقول هي بفعل الزيادات لوحدها لكن الزيادات هي جزء أساسي من التدخم الحاصل الآن في البلد اللي هو زيادة الأزعار لذلك احنا توقع مزيد من التدخم يعني والكلام طبعا للأسف قاعد يحدث عن رغم ان اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أيام تكلم عن معاناة المواطن وصبر على الحكومة وإلى آخره طيب انت حتحاول تزيد معاناة المواطن يعني زيادة أخرى الآن الزراعة مرتبطة بالوقود الصناعة مرتبطة بالوقود طيب اذا كان فيش كالية في الجانب دا يعني طيب انت فيش رايح تاني ممكن فيه تجاهات تانية ممكن تزيد بالإيرادات عن رغم انه احنا قرينا في موازنة 2021 واضح ان الحكومة حققت إيرادات تقدر بأكتر من 300 مليار جنيه سودان وكاننا موجود في الموازنة ممكن ايزول تطلع عليه من إيرادات الوقود دا في الموازنة موجود دا قبل الزيادة الأخيرة بتاعت 292 لتر حصلت زيادة جديدة حال في التقارير حتى الآن ما طلعت من كان طلعت جزء من التقرير ما اكدنا ماذا مصداقياتا هي الآن موجودة طيب الزيادة الأخيرة دي معنات انت الحكومة قاعد تزيد إيراداتك على صالح المواطن الفغير لانت بالضرورة تقدم له خدمات طيب انت ما تكون مضناغة في طرحك يعني يما انت عندك وظيفة مباشرة في رعاية المواطن وتقديم الخدمات بالنسبة ليه؟ يما انت قاعد تحمل المواطن اعباء الصرف على الجهاز التنفيذ وجهاز الدولة في كل الحالتين انت قاعد تقوم بدور قاعد يعقد الوضع الاقتصادي على صحاب الدخول الضعيفة وعلى الشرايح الضعيفة وده انا بقولون في مقبل اهمة جاء الزيادة ان كان هم قالوا هي زيادة طفيفة انا بقول دي حيعقد الوضع الاقتصادي اللي هو اصلا معقد على المواطن السوداني ويخد كل موارد البلد البترول دي يجوزه منه اثر من 80% منتج محلي من ابار سودانية يعني وطيب الكلام دي علاقته شبل بالازعار العالمي يعني هو منتج محلي ويكون قاعد نشاهده البنزينة او غير النفط عموما منتج محلي نعم لماذا يتم الاعلان عن الزيادة ويتفاجأ بها المواطن فقط في محطات الوقود لماذا لم تقوم الدولة باعلان هذه الزيادة هو طبعا الدولة الان رفعت يدها بشكل مباشر ما الا اذا كان في الجانب التنسيغي بيننا ومن شركات القطاع الخاص وكلها اساسا عملية المحروقات عموما فهي الدولة الان بقد اصبحت في دورة متفرجة هي بس بتجنئ ارباح لوحدها بالعكس هي خادتة فوق السعر الـ 5.000 خادت عليه اضافات جديدة رسوم غير وغير هي بقت ماجزة هي طلعت نهاية من عملية الوقود زي ما قال سيدة وزير المالية نعم هناك ايضا من يتحدث على ان هذه هي مطالب البنك الدولي وانه لن يكون هناك علاج للتشوهات الاقتصادية الاخرى المتعلقة بديون السوداء المتعلقة بالدعم نفسه وتوجيه هذا الدعم كيف يتمهى هذا الامر مع الواقع هذه حقيقة طبعا الكلام هو تماسيا مع الوصف بتاع صندوق النقد الدولي وهو بسميه التشوهات الهيكلية طبعا تشوهات الهيكلية يفهم معياره هو يعني نحن دولة نسبة الفقراء فيها اكتر من 80% باعتراف وزير المالية نفسه في برنامي السامرات يقولون سيدعم 80% من الشعب السودان يستحقون للدعم بالتالي تطبيق الوصف بتاع صندوق النقد الدولي على السودان بحزافير بالطريقة دي وهذا غير مجدي ولن يجدي بل بالعكس سيعقد المشهد الصندوق نفسه قال الإجراءات التي تقوم بها حكومة الفتر ينتغل في سواء هي إجراءات قاسية لكن في نفس الوقت الحكومة مصرة وصولا كما قال سيد ريسال وزرع لإعفاء من الديون حتى هم الآن خطوهم من الدول المعافية ستكون مرشحة أن يتم إعفاء من الديون لأنهم قرط طيب انت الآن عندك حاجات في يدك يعني بدليل إنك كنت ماشي حتى الآن لديك سنتين في وصف الصندوق النقد الدولي الآن التضخم والوضع على المعيشي المعقد هو ماسل أمامك طيب نحن عندنا بدلا ننتقد نقول ما حنمشي بسياسة الصندوق النقد الدولي نحن عندنا موارد الآن موجودة ممكن نستفيد منها في كمية كبيرة جدا يعني من الشركات القطاع الخاص والرأس ماليين مع فيه من الضرائب المظلة الضريبية ضيقة جدا لو تم توسيع المظلة الضريبية ممكن نحاول نوفر ما نتكلم عنه في موضوع دعم الوقود أو غيره الآن فيه المظلة الضريبية هي ضيقة الآن فيه قضاعات كبيرة جدا مع فيه من الضرائب الآن انت بتعقد المشهد باتجاهات أخرى فيما يتعلق بالدولار الجمري ومع ذلك بالمحروقات ومشهد بالاتجاهات الأخرى دي كلها مجموعة من القضايا والنقاط انت ماشي باتجاه سياسات صندوق النقضة الدولي والتي أثبتت فشلة في دول عديدة من العالم لكن سيد الرسول المصير ينشي في هذا الاتجاه في السودان هو مشه فيها لدرجة كبيرة جدا الآن المشهد قاعدين نشاهده أمامنا مزيد من المعاناة على المواطن السوداني الآن هو بعويل انه ياخد ليه مخرج يعني إيجابي للحكومة الفتن انت خلينا انه عفوا انتجد ليه مخرج إيجابي لكن الآن المشهد قدامنا هو مزيد من تأزيم والوضع الاقتصادي نتيجة رهن الحكومة الفتنية التغلص ختاما دكتور هل يمكن الخروج من هذا المأزق دون اللجوء إلى رشدة صندوق النقضة الدولي؟ يمكن خروج نحن بلد غنية بموارد نحن بلد عندنا موارد كبير جدا سواء كان في الدهب أو الزراعة أو القطاعات الأخرى يعني إحنا لو عونا الآن اجتهدنا في أنه نقدر ونسيطر على الحصائل الصادر فيما يتعلق بصادرات الدهب ويمكن ده في غرار إيجابي أنا بقوله جزء من المخرج البورس بتاعت الدهب يعني السوزان بيصدر له أكثر من 100 طن دهب و150 طن يعني تقارير هي ذات نفسها مضاربة ده جانبا سيطرة الدولة على حصائل الصادر الآن تتعندك حصائل الصادر أكتب من مليار جنوة 800 مليون حسب كلام سيد وزير السربة الحيوانية ما قاعد تجي فبالتالي إحنا السيطرة على حصائل الصادر وسيطرة على صادرات الدهب والجانب الزراعي كله سواء كان قطن أو سيمسي أو غيره ده بوفرنا يعني مبلغ كبير جدا من عادات النقد الأجنبي اللي هو بتكلم عنه سيد رسولودة اللي هو قال 7 مليار محتاج بها يضعم بها العملية الانتاجية في القطاع الطاقة في قطاع الزراعي نحن يقول نعم محتاجين فبالتالي العامل الخارج هو عامل مساعد لكن ما عامل أساسي هو برهم كل معالجته للعامل الخارج عامل الخارج بنقول مساعد وبيننكر دوره لكننا الآن عندنا موارد إذا عملنا عليها بشكل كبير جدا تستطيع أن تخرج بينه إلى بر الأمان وبكل ارتياح في فترة زمنية قصيرة نعم أشكرك جزيلا شكرا دكتور معتصم دونتاي الخبيل للقتصاد كنت مع عمل الخرطوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أكد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيدة همية تطوير أفاق التعاون النفطي بين السودان ودولة جنوب السودان وذلك لما يربط بينهما من مصير مشترك في الصناعة النفطية يتمثل في المعلومات النفطية والحقول والمنشآت النفطية القائمة والخدمات النفطية جا ذلك لدى مخاطبة فعاليات المؤتمر الرابع للنفط والطاقة بدولة جنوب السودان ركز المؤتمر في نسخة الرابع على فرص الاستثمار المتاحة ومشاريع الطاقة وتسريع عمليات الانتاج والاستكشاف في المناطق الجديدة في جنوب السودان والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية في دولة جنوب السودان قال الوزير جادين أن الصناعة النفطية واحدة من الآليات القوية والمهمة التي تربط بين البلدين وبان جادين أن السودان لديه طموح وسعي حثيث لزيادة الانتاج النفطي والغاز والكهرباء من خلال المشاريع التي طرحت في مؤتمر باريس قال وزير الريو الموارد المائية ياسر عباس قال أن السودان منفتح للتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة ووفقا لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض مؤكدا وجود فرص في عديد من فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وقعت وزير العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني والمدير العام للجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس مع منتدى البحوث الاقتصادية في القاهرة الذي مثله مديره التنفيذي إبراهيم البدو وقع عقد اتفاق المراجعة الأولى لإجراء المحسح التتابعي لسوق العمل لعام 2021 بميزانية كلية تبلغ 341 ألف دولار يهدف المسح إلى توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستخدم في صياغة السياسات الاستراتيجية والتخطيط لسوق في السودان بدأت التحضيرات الفنية للمسح بمراجعة استمارة ومرشد العمل الميداني واختيار العين إضافة إلى تدريب المدربين الأساسيين وفريق العمل وفريق المتابعة والجودة وسيتواصل التدريب للباحثين من الولايات في الأيام المقبلة أكد وكيل وزارة الزراع والغابات الاتحادية عبد الرحمن عبد الرحيم أكد أهمية مشروع تطوير سلسلة القيمة الزراعية في تطوير وتأهيل البنى التحتية ودعم صغار المنتجين وقال خلال تراوسي بمدينة لبيض اجتماعات لجنة تسهيل المشروع والإدارة التنفيذية أكد أن المشروع يمكن صغار المنتجين من الوصول إلى الأسواق وتسهيل التجارة بولايتي الشمال وغرب كردفان مستهدفاً محاصيل السمسم والفول السوداني وإنتاج تقاوى البطاطس في الات الخرطوم وأشار الوكيل إلى أن المشروع يعمل في تطوير السلاسل القيمة من خلال تحقيق أهداف الخطة الوطنية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها القطاع الزراعي وأضف أن وزارة الزراع والغابات تعمل جاهدة في تحقيق الأمن الغذاء والاهتمام بمحاصيل الصادر أعلن وزير التجارة والتموين علي جد آدم أعلن أن وزارته قد صدقت باستيراد مليون واربعمائة وسبعة آلاف طن من السكر خلال فترة من الثالث وحتى من الثالث من يناير إلى الحادي والثلاثين من مارس من هذا العام وقال الوزير لوكالة السودان للمباين هناك كميات وفيرة من السكر ولا توجد فجوة حسب التقارير وبانا أن الكمية المصدقة بجانب الانتاج المحلي تغطي استهلاك البلاد خلال العام الحالي الذي يبلغ مليوني طن وضف أن خمسة شركات قد منح التصاديق لاستيراد السكر بوسطة لجنة خاصة لتنظيم استيراد سلعة السكر واشار إلى متابعة وتنفيذ مسألة التصاديق بوسطة مباحث التموين لتفادي السمسر والتلاعب في تلك السلعة الاستراتيجية وأكد أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بالتصاديق الخاصة باستيراد سلعة السكر بدأ برنامج منظمة الأغذية والزراعية العالمية فاو بمحلية السوك في ولاية السنار توزيع التقاوى لصغار المزارعين لمائة وعشرة مزارعين من جملة ألفين ومائتي مزارع في المحلية قال منسق منظمة فاو بسنار مكة عبدالله قال أن توزيع التقاوى لصغار المزارعين يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للشرائح الضعيفة وصغار المنتجين كما دعي لاستخدام التقنات الزراعية ومواصلة الدورات الإرشادية لتوجيه وتعليم المزارعين الطرق العلمية للزراع منذ التحضيرات الأولية للعمليات الزراعية والفلاحية وأكد مواصلة برنامج توزيع التقاوى وبذور الخضروات لتشمل ستة من محليات الولاية التي أجري لها المسح سابقا إلى ولاية غرب كردفان حيث أكد مدير جهاز الإحصاء في ولاية غرب كردفان الطيب جمعة محمد أكد انطلاقة برنامج مسح الشمول المالي الذي يهدف إلى تاحة استخدام الخدمات المالية كافة لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير والدفع والتمويل بالإضافة إلى خدمة التأمين والتمويل والاعتمان بجودة وكلفة قليلة وقال إن انتاج مسح الشمول المالي ستمكن المجتمع من استغلال مدخراته لتفادي اللجوء القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف ما يؤدي لإستغلال موارد المواطن الذي يكون في حاجة دائمة للخدمات أكد اتحاد أصحاب العمل في ولاية الخرطوم مهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان والهند وتعزيز علاقات القطاع الخاص والشركات بالبلدين بما يخدم مصالح البلدين أوضح رئيس الاتحاد عضو لدن التسليل لاتحاد الغرفة التجارية بكري جاويش في تصريح صحفي عقب لقائه الملحق التجاري بالسفارة الهندية بالخرطوم أوضح أن الاتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين السودان والهند من خلال تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص بالسودان والهند عبر كينات وتنظيمات لأصحاب العملي في البلدين طالبت الغرفة القومية للمصدرين بمعالجة مشكلات وتحديات صادر الفول السوداني وتوجيه التمويل إلى مناطق الانتاج وقال الأمين المالي للغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرفة التجارية محمد حامد بكر إن القطاع الزراعي يظل هو المخرج لنهضة الاقتصاد القومي إنتاجا وتصنيعا تحقيقا للقيمة المضافة إلى جانب مساهمته في تنمية المجتمعات كما دعا إلى تركيز جهود الاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني من أجل زيادة الانتاج للصادر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كما لفت إلى أن السودان يتمتع بمزايع بيئة مهيئة لإنتاج الفول السوداني إلى ولاية نهر النيل حيث أعلنت اللجنة الاقتصادية في الولاية عن زيادات جديدة في أسعار الدقيق المدعوم للغاز وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية بالولاية اسماعيل عبدالل العاقب أفاد أن الزيادات الجديدة التي طرأت على الدقيق المدعوم والغاز بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل وحكومة الولاية تتكفل بدفع الزيادات الجديدة وأوضح العاقب أن اللجنة الاقتصادية الولاية عقدت اجتماعات مطولة خلال الأيام الماضية إلى جانب مناقشة الوكلاب هذا الخصوص وحسب عضو اللجنة الاقتصادية فإن الزيادة بلغت مئة جنيه على جوال الدقيق المدعوم كما أقرت اللجنة اعتماد السعر الرسمي لاستوانة الغاز بواقع تسعمائة جنيه للمستهلك بدلا عن سبعمائة جنيه بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام جولتنا في الأخبار الاقتصادية وبها نختتم جولتنا في أحداث السودان ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة